حذر رئيس الأمريكي نانو ترامب مؤجدد أن كوريا الدموقراطية من الاستمرار في مساعيها لإجراء تجربة نووية أو صاروخية أخرى قريبا مع تزايد توقعات بذلك وكرر ترامب أنه سيمنع كوريا الدموقراطية من تطوير صاروخ نووي قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة أكد أيضا يوم الخميس على أن كوريا الدموقراطية مشكلة سيتم تعامل معها جاءت تصرحات ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كان إلقاء الولايات المتحدة أكبر قملة غير نووية على أفغانستان يدخل إلى تحذيه كوريا الدموقراطية لا أعرف إذا كان ذلك بما ساب الرسالة إلى كوريا الدموقراطية لكن لا فرق إذا كان أو لم يكن وإن كوريا الدموقراطية مشكلة ستتم معلاجتها